بالمناسبة كمان وإحنا بنسخن كده وراحينا على مونديال الأندية في الأولادة المتحدة الأمريكية لعندنا أحداث عالمية كبيرة جداً الفترة اللي جاية البداية دي ليست النهاية دا ليس سلسلة كبيرة جداً من البطولات الفترة الجاية مونديال الأندية القرعة وزروف القرعة والمواجهات اللي جاية أنا مش هدخل في تفاصيل القرعة وما عدها في شهر ديسمبر والكلام ده كله أنا عايز أقولكم النهاردة خبر طازة وجديد خبر طازة وجديد الناس كلها عايزة تعرف الأهلي في التصنيف الأول ولا في التصنيف التاني أول مباراة ممكن تكون مع مين؟ هيلعب فين؟ كل الكلام ده جاي وقته ولكن عايزة أفاجئكم بحاجة مهمة جدا اللي عايز يشجع الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية يحضر نفسه من دلوقتي ليه؟ جرى العرف دايما في القرعة أنك في أول مباراة ما بتلعبش مع المصنف الأول أو أنت لو مصنف أول ما بتلعبش مع المصنف التاني في المجموعة جرى العرف كده يعني لو الريال مصنف أول والأهل مصنف تاني وقع مع الريال في المجموعة أو مع منشوستر سيتي أو مع تشيلسي أو مع أتليتكو مدريد أنا بتكلم عن الفرق الأوروبية كبيرة لو الفرق الأوروبية دي كلها تصنيف أول والأهل تصنيف تاني أول مواجهة للأهل في مونديال الأندية هتكون مع الفرق دي الناس تقول لي لو إحنا تصنيف أول نلعب مع التصنيف الرابع أو أنت تصنيف تاني تلعب مع التصنيف التالت لا خد مني معلومة رسمية أول مواجهة للأهلي في منديال الأندية في عشرين خمسة وعشرين هتكون مواجهة عالمية من الطراز الفريد لو يهت مع الريل أول مواجهة مع الريل ويهت مع تشيلسي أول مواجهة مع تشيلسي أتليتكو مادريد منشستر سيتي المواجهة الأولى للأهلي في أمريكا هتكون مواجهة أوروبية إفريقية من طراز فريد وعلى أعلى مستوى انتظروا موعد هذا اللقاء بعد مرسم القراءة هتتعمل بإذن الله بإذن الله يعني في أول أسبوع من شهر ديسمبر ده خبر طازة ممنازمة إن احنا النهاردة معنا كأس بطولة قرية رسمية تم تسليمها من الاتحاد الدولي إلى النادي الأهلي طبعاً أنت عندك كمان باريس سان جرمان عندك فرق عالمية على أعلى مستوى لو الأهلي تصنيف تاني هيصطدم بدول أول مباراة للتانية ولا التالتة ده أول مباراة بدول المجموعات قابل يا باشا تلعب الستي بوبا جورديولا أو تروح لباريس سان جرمان أو تلعب مع تشيلسي أو تلعب مع تلتكو مدريد يعني فيه كارنافال جاي وفيه أحداث مهمة جداً للنادي الأهلي الفترة إيه اللي جاي